الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده إلى يوم الدين وبعد فإن الإخلاص وحسن المراقبة لله من أخص صفات شهر رمضان المبارك وإذا كان الإخلاص مطلوبا على كل حال لأن الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشعك بعبادة ربه أحدا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشعك فيه غير الله فليطلب أجره من عند غير الله فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك وفي الحديث القدسي يقول رب العزة عز وجل من عمل عملا أشعك فيه غيري فأكتره وشركه ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا لله وللرحم فهو للرحم ليس لله منه شيء ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فهو لوجوهكم ليس لله منه شيء إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وإذا كان الأمر كذلك في عموم الطاعات فإن الأمر هنا أخص ولذا كان في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأن الإنسان إنما يعاقب الله الذي يضطر عليه وهو الذي يعلم إن كان صائما حقا أو إن كان صائما شكلا أمام الناس وفيما بينه وبين الله أمر آخر وقد أس خديننا الحنيف مبدأ الإخلاص والمراقبة يقول الحق سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ويقول سبحانه وهو معكم أينما كنت ويقول سبحانه إن ربك لبالمرصاد ويقول سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويقول سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول سبحانه الذي راك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ويقول سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من وعاقة إلا يعلمها هنا وقفة ما تسقط من وعاقة في أي شجعات أو أي نبات في غابة من الغابات أو جبل من الجبال أو سهل من السعود أو واد من الوديان أو حديقة من الحدائق أو مزاعة من المزارع أو على سطح منزل أو في أي مكان كان في الصيف أم في الشتاء في الضبيع أم في الخريف إلا يعلمها لماذا الحديث عن هذا من وعاقة عندما نجلس مثلا في فصل الخريف وتتساقط الأوراق ربما لا ينتبه أحد ولا يعلم أحد لماذا سقطت وكيف سقطت فرب عزة يقول حتى ما لا تنتبهون إليه حتى هذه الأوراق التي تسقط ما تسقط من وعاقة إلا بإذن منه وهو الذي أسقطها وقتما يشاء بعلمه ويعلم أين سقطت ومتى سقطت وكيف سقطت وما تسقط من وعاقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقاب إليه من حبل الويد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيل حتى يقال قد أحد الصدحين أحد الناس أخرج صوتا غير معلوم فقال الملك الصحيب ماذا عني به فقال اكتبه خاج صوت سفير قال اكتب الصفير وعند الله التفسير ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيل فأب العزة سبحانه وتعالى جعل علينا ملائكة قاما كاتبين يعلمون ما تفعلون وكان سيدنا لقمان عليه السلام يقول لابنه يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خادل فتكم في صخات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله في أي مكان في ليل أو في نهار أين كانت وكيف كانت ووضع الكتاب فطاع المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادع صغيعة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم أبك أحدا وإذا كانت أعمال الإنسان البشرية والتسجيلات والفيديوهات يمكن أن تعيد للإنسان ذكريات عشرات السنين فقدرة الله ستجعل أعمال الإنسان أمامه رأي العين ووجدوا ما عملوا حاضرة شريط الزخريات أمام أعينهم كما يرى النأيهم في المنام وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم أبك أحدا كل إنسان مننا سأت اليوم الذي قال وقفوهم إنهم مسؤولون لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سيعيح الحساب إقع كتابك ما كنت تقع في الدنيا لكنك اليوم ستقع وستحاسب نفسك إقع كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فعلى الإنسان أن يراقب نفسه ومن هنا في أحاديث المراقبة حديث جاء ذلك في حديث أصل من أصول بيان الإيمان والإسلام حديث سيدنا عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يقع عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هنا وقفة لا يقع عليه أثر السفر على أنه لم يأتي من مكان بعيد ولا يعرفه منا أحد إذن المسألة فيها غرابة ليس بعيدا عنه لا يقع عليه علامات السفر لم يأتي من مكان بعيد ولا يعرفه منا أحد فجلس عند النبي فدنى من النبي صلى الله عليه وسلم فأسمط رجبتيه إلى رجبتيه ووضع كفيه على فقزيه دنى من النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وضع رجبتيه عند رجبتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدي على فخزيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ودحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك طرى فإن لم تكن طرى فإنه يعاك وإذا كنت تعلم أن الله عز وجل يعاك وهو مطلع عليك لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء فهو يطلع على سرك وعلنك فإذا كان رب العز مطلعا عليك في كل حركاتك وسكناتك وأنت عندما تصوم تراقب الله لأنك تعلم أنه يراقبك فهل من الحكمة أن تراقبه في الصيام ولا تراقبه في العمل؟ هل من الحكمة أو من العقل أن تتقي الله في المحافظة على شكل صيامك من عدم الوقوع في الطعام أو الشعاب أو الجماع وتقع في المال الحرام أو أن تغش أو أن تجذب أو أن تسعق الذي يراقبك في صيامك هو الذي يراقبك في عملك هو الذي يراقبك في أخلاقك هو الذي يراقبك في حلالك وحرامك هو الذي يراقبك في حركاتك وسكناتك فإن كنت قد فهمت معنى الصيام فإن الغاية المسلى هي تحقيق أعلى ضراجات المراقبة وأن تعلم أن الله يراك فلا تجعله يراك حيث نهاك وتحرص على أن يراك حيث أمرك وهذا هو المعنى المعني من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تحققون التقوى في السر والعلن هذا هو الإخلاص وهذه المعاقبة يا رب صلي وسلم دائما أبدا يا رب صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب نسأل الله أن يرزقنا حسن التقوى وحسن الإخلاص وحسن المعاقبة إنه ولي ذلك والقاضي عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة